كم مرة فشلت في اتخاذ قرار مناسب وكم مرة ترددت في الاقدام على امر لانك تخاف من المجهول كم مرة تمنيت لو انك لم تفعل هذا او لو انك فعلت ذاك مرات كثيرة لا تحصى هل فكرت يوما بالعلاج انه الايمان بالله تعالى او تجديد الايمان ان تقول امنت بالله وتكرر هذه العبارة التي نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم بتكرارها قل امنت بالله ثم استقم ولكن النتيجة هي الهداية في كل شؤونك واخيرا تأملوا معي هذه الاية قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم